نبقى في الشرق الأوسط مصادر إسرائيلية تقول قصف مطار دمشق تحذير للأسد قالت مصادر إسرائيلية إن القصف الأخيرة على مطار دمشق الدولي كان بالأساس تحذيرا للرئيس بشار الأسد من الخضوع للنظام الإيراني أهدافه سيكلفه ثمنا باهظا أشد من ثمن التخلص من هذا النظام وقال مسؤولون وفقا لصحيفة يادعوت أحرانوت إن إسرائيل قررت رفع درجة ضرباتها للنظام السوري وقواته لأنها ترى أن الأسد قرر اللعب على حبلين فمن جهة يبث إشارات بأنه غير معني بالبقاء في حلفه مع إيران ومن جهة ثانية يواصل إخضاع بلاده إلى الخطط الإيرانية وإتاحة الفرصة لنقل الأسلحة والمعدات إلى ميليشي حزب الله اللبناني ويتيح للميليشيات الإيرانية الانتشار في بلاده والاقتراب من الحدود مع إسرائيل ولذلك قررت تحذيره بضربة قاسية بحسب التسريب الذي يعكس قلقة الأبيب من تمدد نفوذ طهران في سوريا ترجمة نانسي قنقر